السلام عليكم نشرح محاضرة الانتي كو اقولينت اجنت الدكتور سلمان طبعا الانتي كو اقولينت يعني هي تبين انه هي صعبة بس من تفهمها حتشوف انه هي كلش سهلة وتنحفظها بسرعة تمام فهذا راح نشرح لكم طريقها كلش سهلة وحتشوفوا انه هي مو صعبة ازي اول شاء الله راح نبدئ من حجة عن هذا الجدول باعون يعيني ادنا انتراسك باثوي اش راح يسوي احنا عدنا هذا الفاكتور اذا من راح يتحفز راح يروح يحفز ذلك الفاكتور حدعش تمام فالفاكتوراثنعش مما يتاحفز ك Qualcomm يعني sakpat بعدين راح يروح يحفز ذلك الاضح اللي 11 راح يضفوه لأ يعني اكتب تمام فأول شاء الله راح يتاكتب الrox اثنع عش يجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الالتاسع اللي متنشط فصار عدي عشر متنشط هادا�a راح يسوي راح يروح يحول البروثرومبينال ثرومبين يعني راح اروح العاشرم ينشطني الثاني فهو البروثرومبين هو الثاني ماني يتنشط يصير اسمه ثرومبين و هذا الثرومبين راح ينشط Erinogin after the th inscreve ف الثالث تحوله عندي وصار عندي Faibrin هادا بالنسبه للانتراية فى لانترايسك باثوي ilxtraDas عديك الفاكتر الثامن الاسابع هذا السابع هذا السابع راح يروح يتنشط في السابع من يتنشط راح يروح يشط لك الفاكتور العاشر وراح يحول لك يا إلى متنشط وراح يسوي لك عاشر متنشط vine reading وراح ينشط لك الثاني point retrombeline ثم يحول لكم الفايعين الى phair Efrain هذا كل ما في الموضوع وكل المنزمة تعتمد على هذا المخاطط تمام إذا هنا راح تتحول عندنا الإكسترانسيك والإنترانسيك راح يحول لبلازما فاكتورز اللي هنا برو إنزايمز وهذا نيعتبرن برو إنزايمز وهذا نيعتبرن اللي هي اكتف إنزيماتيك فورمز فالإنترانسيك راح ينشط لهذا مثلا راح ينشط لهذا يبدو من ال 12 إنشط ليه ال 12 إنشط للهداعش والهداعش إنشط التاسع والتاسع إنشط العاشر أما الإكسترانسيك باثوي راح السابع هو لنشط للعاشر تمام فهذا اكتف فورم أو في كلوتنك فاكتور إز دونيتد باي ذي لتير اي يعني شنو يعني الاكتف فورم يخلو له حرف صغير وهو اي سمول تمام حتى يقولون هذا متأكتف فايشي يمه اي يعني هذا متأكتف فاكتور 10 اي كون فيرس برو ثرومبين اللي هو فاكتر 2 ثرومبين اللي هو فاكتر 2A تمام فترومبين بلايز اكي رول in coagulation because it is responsible for generating of fibrin ثرومبين يلعب دور مهم بالكواجلاشن إنه هو اللي راح يحول لك الفايبرينوجين إلى فايبرين which forms مش لايك ماتريكس or the blood clot يعني راح تحولين إلى شن نفس الشبكة ماتريكس نفس الشبكة من التخاثر مالدم يعني blood clot ثرومبين is not formed coagulation is inhibited إذا ما تكون عندي ثرومبين في الكواجلاشن ما راح يتكونوا فاني إذا ما اكون شون ماد اكون ثرومبين عن طريق العاشرة ثقبت العاشر من يثبت العاشر فما راح يروح يحول برو ثرومبين ثرومبين من ما تحول عندي ثرومبين يعني ما راح يتحول عني وما راح يصير عندي فايبرين تمام انهيب إذا ما ده يشتغل انهيبترز of coagulation the mechanism of action of several anticoagulants agents involves activation of endogenous inhibitors برايمر لي انتو ثرومبين 3 هنا شلو ميكانيكية مع الانهيبترز إن أول شغلة راح يشتغلك على ينشطلك الانتو ثرومبين 3 وهذا الانتو ثرومبين 3 راح يروح يثبت لك الشي اسمه التن هو الفاقتر تن شوفون يعني عدنا بارا انترال انتكو اول واحدة اللي هي بارا انترال انتكو اوغلانس اللي هي هبارين اد لاو موليكولر ويت هبارين الهبارين is an injectable هو ربيد لي acting anti coagulants لاو موليكولر ويت forms of هبارين وعدنا همتين لاو موليكولر ويت فورم of هبارين هذا متكون من الهبارين شون can also act as anti coagulants such as مثل الانوكسابارين which produces by enzymatic debolymerization of unfractionated هبارين عدنا هبارين راح يسوحو يسول debolymerization فرح يتحول الى لاو موليكولر ويت فورمز of هبارين وكل واحد عده شغل اوه تقريب ان يعني نفس الشغل معتين يشابهم mechanism of action انجلك الهبارين 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 راح يشتغل شون انه يرتبط لك الانترال بين 3 الهبارين من يرتبط الانترال بين 3 راح يروح يثبط الفاكتور 10 اذا هبارين هنا ارتبطت لك انترال بين 3 causes rapid inactivation of coagulation factors rapid inactivation of coagulation factors in the absence of هبارين انترال بين 3 انترال بين 3 انترال بين 3 يقول لك يا ابا انه حتى لو ما عندك هبارين طبيعيا افنا الجسم نشأتنا او عندنا انترال بين 3 هذا راح يتفعل لك بس بشكل كلش بطيء ويا الثرامبين ويا الفاكتور اي يعني شنو هو فاكتور 10 اي يعني راح يثبط لك الثرامبين وراح يثبط لك الفاكتور 10 اي طبيعيا بس بشكل كلش بطيء ثمان فان شنو راح يسوي لها راح اطيل هبارين حتى اسرعه اوكي فوين هبارين موليكولز بانترال بين 3 قتاليز هل الانهبارين موليكولز تقريبا 1000 مرة راح يسرع لي الانهباشن اول راح يسرع لي مثلا انو ما راح يصر عندي كواغيليشن يعني يعتبر كنتي كواغيليشن بس شنو كالف مرة عندك صحيح يثبط للكواغيليشن بس كلش بطيء ما نحطوه هبارين راح يثبط عندي الكواغيليشن بس بشكل عالي تقريبا ضعفه بالف مرة اللاو موليكولويتس كومبليكس with antithrombin 3 but do not bend to thrombin يجيلك كيابا هذا اللاو موليكولويتس كومبليكس راح يروح يرتبط ويالantithrombin 3 وراح يروح يثبط لك الفكتور 10A بس هو ما راح يرتبط يالثرومبين بالتالي يعني هو ما راح يثبط لك الثرومبين تمام اذا يثبط لك بس الفكتور 10A اما الهيباري يثبط لك الفكتور 10A ويثبط لك الثرومبين فحسا شنو عدي اسا هادا بصنا يقولك هذا هو الantithrombin هذا هو الantithrombin 3 تمام هذا هو الantithrombin 3 وهذه السلسلة عبارة عن الهيباري فهنان سلاولي السلاولي ما يقدر يعني يثبط الكواغيليشن باوع يقلك ان هو سلاو فما يقر يرتبطو أيا هذي او يثبط لك الcoagulation اما هنانا لما نرتبط لك هاي السلسلة مع الهيبارين راح يروح لك يسوي لك inactivate coagulation factors تمام بعدين يقل لك انه الهيبارين dissociates from ternary complex and can't be reutilized يقل لك هنا الهيبارين هماتين راح يروح يسوي لك inactivate coagulation factors المهم انه بهذا الصورة ده يقول لك انه هنانا تشوف هنانا لانتو ترومبين ويا هذا الهيبارين يسويه راح يروح يرتبط بالفاكتور 10a ويا لترومبين فرح يثبط الاثنيناتين ال 10a والترومبين اما الانتو ترومبين او اللاو موليكولارويت هذا هذا مو هيبارين هذا اللاو موليكولارويت راح يثبط بس الفاكتور 10a ما العلاقة بالترومبين تمام اتلا بيوتك يوز هيبارين اذا اللاو موليكولارويت are used for treatment of acute venous thrombosis deep venous يا هذي thrombosis or pulmonary embolism اذا هنانا راح يستعملوه حتى يعالجون acute venous thromboembolism acute venous thromboembolism اللاو ضمنها من هي اللي هي deep venous thrombosis or pulmonary embolism 4 prophylaxes of post-operative venous thrombosis in surgery for example hip replacements and acute MI يثبت R 돌아 prophylaxES يعني يحمي لي مرة واحدة يسوى عمليه ha prope mij او فتصير عندك يمكن يمشي هنا راح يظل قاعد عسى للـ نتشور نيش يعني مدة فهنا بهذه الحالة لانه هو بعد ممكن يستعد تخثر فش راح نسوه راح نعطيه هذا الهيبارين حتى يعتمد كبروفيلاكسس حتى بالمستقبل ما يستعرض عنده ثرومبوسيس تمتو؟ تمام فهذا يطوع هذا السؤال قالي مثلا الناس اللي ما تقدر تتحرك راح يطهم هذا الهيبارين او يطهموا ويتس هيبارين بالأكوت أمايب ممكن يستعدهم ثرومبوسيس فيطهم هذا الني الثنين او واحد بنعالجهن these drugs are the anti-coagulants of choice for treating pregnant women كيعتبر حتى يعالج لـ بريقلنت women ليش؟ لانه ما يعبر البلاسنطة فعاد يعالج به البريقلنت women اذا هي صارعتها التخثر او كلوت تمام نطيها عادي هبارين او اطيها لاو مالك لرويتس ليش لان ذني ما راح يعبر لحد البلاسنطة وما راح يروح لبجني المالته وليش ما يعبر لبلاسنطة لانه هنا large size هنا كبار و negative charge الفرماكو كانتك هيبارين must be administrated subcutaneously or intravenously واكد الانترافينوس يكون اسرع وسبكتينس يكون بطيء تمام؟ هو لانه لشارجد دراكس ولانه هو large لا يعبر للي لا يعبر للبلاسنطة تمام؟ اللاو مالك لرويتس هبارين هبارين هادا راح يطوء subcutaneous هبارين لا يتبعها انه اللاواردوزز يعني تقيسه كل فترة تقيسه تسوي وتقيسها حتى تسوي هموستيس الانترافين يقل لك هذا الانترافين راح تصير وهي الهبارين خلال دقائق لما تضيع ايذي اما بالنسبة للسابق وتعيناس راح يصير من ساعة الى ساعتين هذا الهباري او الانترافين مال هذا الهباري لما تطيها انترافين نصر دقائق لما تطيها السابق وتعيناس راح يصير من ساعة الى ساعتين تمام؟ نتني سيساري تومونيتر كواغوليشن فالوس اوه لاو مونيتر ويتس بكوز بلازماليفول انتفار مابوكاينيتكس اوه دراكس اوه تباكس لانه انت تقدر يعني تعرف انه هو ما راح يسوي او او ما راح يكون اللاو مونيتر ويتس هباريز تقدر تعرف الفرماء كوكاينيتك مالته بالتالي انتا ما تحتاج انتا نصر مني تورينج كواغوليشن يعني ذاني الثنين نسوين بس للاهباريز بالنسبة لللاو مونيتر ويتس ما نحتاجن تمام؟ ليش؟ لان هو انتا تقدر تعرف البلازماليفول ماته بتقدر تتوقع الفارماكو كاينتك سماته تمام ايقاك the half life of heparin is approximately one point five hours ايقاك حوالي ساعة ونص هادي الهالف life من الهبارين بينما الهالف لايف من اللاو موليكولار ويتس راح تكون من ثلاثة لأطمع الساعة اذا ساعة ونص الهبارين من ثلاثة لأطمع الساعة هو اللاو موليكولار ويتس هبارين الادفرس افكت راح يساوينا بليدن. the chief communication the chief complications of heparin and low molecular wheels therapy is bleeding. excessive bleeding may be managed by treating with uh bromine sulfate. اذا عدنا excessive bleeding نزيل زايد صار عدنا بسبب هذا الهبارين او اللاو موليكولار راح نطيه bromine sulfate تمام. when infused slowly the later the later combines inocular unically with heparin to form a stable one one inactive complex. يقول لك لما تطيه infused slowly بشكل بطيء فهذا اللاو موليكولار قصدهم هذا البروتامين sulfate فلازم هذا تقيسه unically ولازم يكون شون هو one to one inactive complex لازم يكون بالتساوي. يعني it is very important that the desert of bromine sulfate is carefully titrated one milligram for every one hundred units of heparin administrative. باعوا. هذي ترى one milligram. والثانية هي 100 units. تمام? one hundred units. يعني الهبارين units. بينما one milligram هو البروتامين sulfate. اوكي? فشوف الوحدات الموحدة. الوحدة units هو وحدة المليجرام. فالunits هي وحدات يعني يقلسون بها لان هو الهبارين تكون الشون يصغير في يقلسوا بالunits. because bromine. ليش انا لازم شنوه اقيسهن و اصوي كل واحد من bromine sulfate اخلي وهي 100 units من الهبارين. ليش؟ لان هذا البروتامين اذا زاد عن حده ينقلب ضده. ليش؟ يقل لك انه بروتامين sulfate is a weak انتكو اقلينس. هو هما تنترى انتكو اقلينس بس هو ضعيف. برغم انه انا انطيته ضد الانتكو اقلينس اللي هو الهبارين. بس هو هما تنترى عنده خاصية انتكو اقلينس بس ضعيفة. and excess amounts may worsen bleeding potential. بالتالي اذا انت زيدت هذا البروتامين sulfate راح يسوي البليدينج يعني راح يسوي سوء بهذا النزيف وراح يزداد ممكن. تمام؟ ثاني هي الثاني side effects. ممكن نسوي انه hyper sensitivity هي بارين. preparations are options from براسين sources and therefore may be antigenic. ممكن. كل انه يعني جاني من مصادر بارسين sources. فبالتال انه may be antigenic. possible adverse reactions include يعني راح يطيك. adverse reactions. اللي هي chalse fever urticaria. وانافيلاكتك shock. هذي كلا من عراض الhyper sensitivity. تمام؟ هها بنسبة الهبارين او اللاو موليكولار. بعد عدنا ثرومبوساتو بنية. يعني نقصان بال البلاتالس. فالهيبارين يديو كده ثرومبوساتو بنية is a serious condition in which blood contains in which blood contains low number of بلاتالس. انانا البلاد راحتوا على بلاتالس عددها كل الشغلية. الهيبارين should be discontinuated when patients develop بلاتالس عددها ثرومبوساتو بنية. او الهيبارين يو كده ثرومبوساتو بنية. يعني بعد ما نضيتها اني هبارين صار عنده هبارين ان يو كده ثرومبوساتو بنية. بالتالي انا اش راح اسوي؟ راح اعوف الهيبارين. اقطعها عن فعن cases of hebarine ثرومبوساتو بنية. اه هبارين can be replaced by another anti-coagulants. راح استبدل ب another anti-coagulants مثل. مثل ارقا تروبان. اذا راح اطي بدل هذا الهيبارين ارقا تروبان. اذا صار عنده ثرومبوساتو بنية. من وراء هذا الهيبارين. اللاو مالكلارويدس. هبارين can have cross sensitivity and are not recommended in high in hebarine and you could do ثرومبوساتو بنية. يقل لك يا ابا هذا انت بدل الهيبارين تطي ارقا تروبان. ليش ماتت اللاو مالكلارويدس لان هذا cross sensitivity. يعني هذا مت عنده حساسية. وهذا ارقا تروبان تروبوساتو بنية مثل تطياب ثرومبوساتو بنية. تمام. لما تقل لنفس العائلة ترى. الاوستيوبروسيس هم ممكن يسوينا. استيوبروسيس in addition. استيوبروسيس has been observed in patients on long term hebarine الترابية. اذا تطياب يعني long term. هممكن يسوي استيوبروسيس. الهيبارين اند لو مالكلارويدس. هبارين are contraindicated ما يصر تطيل بالناس اللي هما hyper sensitive to hebarine ما يصر تطيل الناس اللي عندهم bleeding disorder ما يصر تطيل الناس اللي هما alcoholism واخر شي who have had recent surgery of the brain and spinal cord ليش ما يصر تطيل الناس اللي عندهم surgery in brain and spinal cord ليش لانه ما رح يصلك bleeding اذا هم عندها عملية قصة بالدماغ ترى يعني قوية وبالعين and spinal cord it's ok الهيبارين يعني يسوينا اعراض ثرومبوساتو بنية رح نستخدم بدلا الهيبارين بارا انترنال انتوكواغوليانس هدا متى بارا انترنال انتوكواغوليانس it is direct thrombin inhibitor مباشرة رح نروح يثبت لك الثرومبين يعني وين يشتغل على الثرومبين ما رح يشتغلك على 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 الفاكتور 10 اي تمام اقرأ الارغاتروبان الارغاتروبان is used for the prophylaxis or treatment of venous thrombo embolism in patients with HIT يقل لك هذا prophylaxis أو علاج كوقايا أو علاج بالvenous thrombo embolism بالvenous thrombo embolism بالvenous thrombo embolism اللي هماش نعدهم عندهم هبارين نيوكواغوليانس thrombocytopenia during briccutaneous coronary intervenation ما تنستخدمه خلال briccutaneous coronary intervenation وخلال venous thrombo embolism in patients وها HIT يعني كله إذا هو عند venous thrombo embolism وعنده HIT استخدم له الارغاتروبان إذا هو عنده briccutaneous coronary intervenation وعنده HIT هم ما تنستخدم له الارغاتروبان monitoring includes btt أي btt and homoglobin as with other anticoagulants and the major side effects is the bleeding وعنده كالmonitoring مالتا هي activated partial thromboblastian time هذك سوى monitoring هو والأنت 10A سوى نه منitoring فهذا activated partial thromboblastian time هم ما تنستخدم منitoring بالنسبة لهذا الثانية الي هي الارغاتروبان تمام بعد يقلك انه منitoring a btt تمام الي هي as with other anticoagulants the major side effects هي bleeding هم ما تنطيك major side effects سنوى ماشي بسيط الفيتامين كي انتاغونيس الثاني العائلة هي فيتامين كي انتاغونيس مينية هي الوارفارين فهو الوارفارين يعتبر مثبت للويتامين كي وارفارين انتاغونيس دفانيكشنو فيتامين كي الانترا انترنشنال نورمالايزد راشيو is the standard by watch the anticoagulants activity of وارفارين ترابي is monitoring الوارفارين عن طريق شنوى عن طريق الانترنشنال نورمالايزد راشيو هذا المونيتورينج مالتا هذا المونيتورينج مالتا هذا المونيتور عن طريق شنوه international normalized ratio الوارفارين هز narrow therapeutic index يعني شنوى هذا خطير ترى نسوى toxic narrow therapeutic index therefore it is important that the international normalized ratio maintain within the optimal range as much as possible لازم المهم انه تحافظ عليها تحت normal range تمام قدر المكاني شنو هي الميكانيزم شنو يعانو وليش احنا ثبطنا فيتامين كي شوف الصورة الاول بالتجاه بالتجاه الثاني وهذا السابع وهذا التاسع وهذا العاشر ثاني والثاني والسابع والتاسع والعاشر الثاني ثاني هاء الي هنه التحويل الى the active clothing factors تمام كم رح يتحويل عن طريق الفيتامين كي فهذا الفيتى مين كي الريديوسد ستحول إلى فيتامين كيب اوكسايد اوكسيديز من يتحول هي تشريح يسوي عن طريقة CO2 راح يوفر لي او راح يكون لي CO2 ثبت لها يسويها COO Cdevil O تمام طبعا بيا انزيم هاك يا اه اخذها اخذها مصلي على محمد ايه الله ازيان فيتامين كي اي بوكسيد نحن عدنا الثاني والسابع والتاسع والعشر الفيتامين كي هو اللي راح يحول الياهن الى اكتف عشان يحول عن طريق الفيتامين اي ريديوستد راح يتحول الى فيتامين كي اي بوكسيد عن طريق ياهو يا انزم راح يحول البيتامين كي ريديوسد الى فيتامين كي ابوكسايد عن طريق البيتامين كي ابوكسد ردكتيز فيتامين كي ابوكسد ردكتيز تمام فانا سي او تو رح يتحول الى اه سي او 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 رح يثبت هنا انا رح يتاكتبن هيا عملي هنا من يتاكتبن رح يسوى انه تخثر تعرفون يعني انتم العاشر شو رح يسوى تخثر وهذه زيان هاسا رح حتشي هنا بالميكانيزم of action factor two seven nine ten require vitamin k for their synthesis by the liver حتى يتصنعن بالليبر يتطلبن vitamin k انه برازنسو فيتامين كي غلوتاميك اسد ريزواص ار كاربوكسي ليته هنا يتبرا غلوتاميك اسد ريزواص هذا رح يصر بكاربوكسي ليته دفول غاما كاربوكسي غلوتاميك اسد ريزواص غاما كاربوكسي غلوتاميك اسد ريزواص كان هنه نلمكت اكتباتي صغيرا فانده كاربوكسي ليشن ريكشنز تفاعلة كاربوكسي ليشن ريكشنز بيتامين k dependent كاربوكسي ليشنز فكسز هنا البيتامين k رح يصر لك كاربوكسي ليشنز فكسز يعني شنو رح يثبت لك CO2 رح يسويها COO group on glutamic acid تمام بيتامين k cofactor is converted to vitamin k eboxide اننا الريدوسد فيتامين k cofactor رح يتحول الى شنو الى فيتامين k eboxide during the reaction وهذا الفيتامين k is regenerated from the eboxide يرجى يتصنع الفيتامين k من ال eboxide عن طريقة فيتامين k eboxide سلتكتيز the enzyme that is inhibited by warfarin وهذا الانزايم شوفيس احنا جلنا انه هذا الفيتامين k احنا متحول لفيتامين k reduce the vitamin k تحول الى شنو الى فيتامين k eboxide خلاني الرياكشن بعد ال فيتامين k هذا اللي هو البوكسيد رح يرجع يتحول ل نريدكس الشسم البوكسيد وذا فيتامين k is regenerated from eboxide رح يرجع يتحول الى reduce it by vitamin k eboxide reductase عن طريقة فيتامين k eboxide reductase the enzyme that is inhibited by warfarin ها يعني هسا الفيتامين k eboxide reductase هو ما رح يحول الفيتامين k reductase الى vitamin k eboxide لا هو هذا قبل يتحول يعني هو هذا الفيتامين k reductase رح يتحول الى vitamin k eboxide oxidase ما تطاني الالية مالتها يعني ما تطاني من هو الانزايم اللي حوليها الى eboxide بس eboxide من يرجع يتحول الى reduce it طبعا احنا eboxide لازم يرجع يتحول الى reduce it لا فيتامين k reductase ليش حتى يعيد لها الكردامين من جديد او يرجع يسوي لتخثر من جديد تمام فاحنا يا انزام اللي حولنا eboxide الى reduce it اللي حولنا eboxide الى reduce it هو الفيتامين k eboxide reductase تمام eboxide reductase هو اللي راح يحول لنا eboxide الى reduce it فانيش راح يسوي ما راح يرجع يتحول لي الى reduce it وترجع تنعاد لهاي الكردامين جديد ويرجع يعني اكتيفاً ذننم ذننم هات التخثر راح عطي وارفارين هذا الوارفارين هو اللي راح يثبت لي فيتامين k eboxide reductase بالتالي ما راح يرجع يتكون لي فيتامين k reductase طبعاً هذه العملية انا من اطي الوارفارين راح تستغرق العملية تقريباً يوم كامل تمام يعني مو سريع هاي العملية ليش لاناني هو تكون عندي reduce it تحول الى iboxide وطاني اذن الفكتورات ما للتخثر قاماً يشتغلاً تقريباً يوم كامل فاني ما اخلتها يرجع يتكون reductase فمن ما تكون reductase مني يخلص منذ اني يريد بعد يريد فيتامين k بعد يحاول ما راح يلقى فلذلك كأنه بنانا الشغل يخلص شغلهن تقريباً يوم هي تشي يلا عود يجي من الفيتامين k reductase يتحول الى iboxide ما راح يلقى ليش لاني راح يلقى الوارفارين هو اللي ثبت ليها قبل فترة ثبت لي تحول الى iboxide الى reductase فما راح يلقى عنده reductase لاست 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 والله ما عدرت تتعيدوني فيديو اكثر من كرة يعني حتى تفتهمون الان لايك هبارين اذا قلت لك ان لايك هبارين the anti-coagulant effect of warfarin are not observed immediately after drug administration قلت لكم انه هو ما راح على عكس الهبارين اللي هو مباشرة بدقائق لعطيسي انترا الفينوس فالهوارفارين ما راح تطيل effect mat مباشرة تمام ليه اش دان قلت لكم انه ما راح يتحول الوارفارين راح يثبط تحول الى iboxide الى reductase ف reductase حتى له ما تحول الاول بداية هو ترا عنده ذني الفاكتورات جاياته بالبداية فورا فترة يعني مرة ما يخلص شغل ذني وورا فترة خنقول 72 ساعة شوش قد راح يجن ذني يريد فيتامين كي reductase يقل له بعد قد اريد خلصت ما راح يلقاه تمام راح يجده الوارفارين هم ثبطة فيقل لك anastate peak effects may be delayed for 72 to 96 hours which is the time required to deplete the circulating glotting factors هو هذا الوقت اللي يحتاجوا حتى حتى يخلصون circulating glotting factors اللي بالcirculating يخلص صار عود يلا ورا 72 إلى 76 ساعة أو 96 ساعة يلا عودت الساعة يصر عدي الـ anti-cognitive effects anti-cognitive effects of warfarin can be overcome by the administration of vitamin k هو ما نثبت فيتامين كي فان اذا صار عدي زيادة بالوارفارين أعطي فيتامين كي ضده عادي يعني normal ها هو reversal following administration of vitamin k takes approximately 24 hours يقل لك reversal following administration يعني انت ورا ما عطيتها وراه فيتامين كي هذي فيتامين كي حتى يرجع يشتغل يراد لـ 24 ساعة 24 ساعة يلا يرجع يكون لك ذني يعني يرجع يتحول إلى ايباكساد ويكون لك ذني فيراد لـ 24 ساعة والله ما أدري إذا لا صد بسية هي تشي ترى ما يرادل هالشي يلا يعني وارفارين is used in الوارفارين واني راح يستخدموا يستخدموا حتى the prevention and treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism وشترك prevention in the setting of arterial fibrelation and or prostatic heart walls protein C and S deficiency ليش لاني C والS هنه يعتبران thrombotic يعني حللا أو ايه هنا thrombotic تقريبا فذا صار به الفيشي يعني شنوه يعني أنا راح أجيب الوارفارين قطيه هنا حتى هو يشتغل بمكانه ويعتبر انتو بمكان هنا عاوض شغال هنا يعني فل انتو همات الفوسفو lipid syndrome هماتو نستخدم من وارفارين prevention of venous thrombo embolism during orthopedic or gynecologic سيرجوي فلماكو قاني تيكس وارفارين رد علي وارفارين وارفارين رد علي crosses the blasinthal barrar الوارفارين مباشرة راح يروح يعبر لك البلاسinthal barrar تمام؟ اذا هنا الوارفارين ترى يعبر البلاسinthal بينما الهيبارين قلنا عادي نطيل الحوامل لان هو ما يعبر البلاسinthal شووووش وارفارين وارفارين regularly crosses the Blasinthal barrar the mean half-life of warfarin approximately حوالي العدد الهيبارين حوالي 40 ساعة but this wallow is highly variable among the individual راح تغطلب بين الافراد و حوالي صعيف و تغطلب مابين الناس وارفارين has number drug interactions that may potentiate or attenuate its anti-coagulant effects. The adverse effects, multiple adverse effects of warfarin they're important to frequency monitor the InR. Adjust the dose of warfarin may be treated by withdrawal of the drug or the administration of vitamin K. If it's the bleeding, we can use warfarin or we can use vitamin K. Warfarin is the teratogenic count should never be used during pregnancy but we can use it during pregnancy and we can use the placenta. Direct oral anti-coagulants Here we can use direct oral anti-coagulants Then the oral is like Dabijatran Mechanism of Action Dabijatran Etaxylite is the broad drug of the active Dabijatran which is an oral direct thrombin inhibitor or oral direct thrombin inhibitors Both clot-bound and free thrombin are inhibited by Dabijatran or free thrombin that's going to be used by Dabijatran Mechanism of Action Revaroxibone 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 Apexibone and Edoxibone This is the main oral inhibitors of factor 10 Inhibition of factor 10 A Reduced the production of thrombin In the case of thrombin they will be used for thrombin or thrombin and that is the thrombin for thrombin The thrombin inhibitor are used in the prophylaxis to prevent reduce the risk of recurrence of the DBT In the pulmonary embolism what will be done? Yeah, what will be done? The thrombolitic drugs لنعرف البلازمينجين يتحول الى بلازمين حتى يصبح لدفع للكلات تمام فهذا الشغلة انه هو رح يحول البلازمينجين الى بلازمين نحن عدنا دراجات يسرع ان لهذا الشيء مثل الالتيبلايز والتنسيتيبلايز لنثنين الاتين رح يثبت عن تحول البلازمينجين الى بلازمينجين بالتالي رح يتكسر عند الفايبرين فيبرين ديگارداشن راكت الفرصات الانكليز لوكال ثرومباي ماي اكورد ديكلوت ديصول ليدنك تو انهانسي ديبلاتيال اجريكيشن عن دي ترومبوسيس اقول لك بالسوء الحاف انه هذا ازادة باللوكال ثرومباي راح ت يعني ممكن يسوينا او يعزن البلاتيال اجريكيشن و ترومبوسيس هكا ساعدة فاكتو يعتبر الا ساعدة الستراتيجيس تبريفانت ساديس انكليو ديمنستراشن ال Stand of anti-bluatumen drugs مثل الاسبارين والanti thrombotic مثل هبارين اذا امنع هذا الادمستراشن of anti-bluatel drugs نطيع الاسبارين او anti thrombotic مثل هبارين Atherapytochus is acute peripheral thrombosis thrombotic drugs now being used frequently for this conditions because they cause blooding لانسبب الالبلادين هان لانسبب الالبلادين هاي عادة انوها حاليا يكون ليس في الكون يعني ما يستخدموها بشكل شائع نسونا بلايدنك The thrombolic agents do not distinguish between the wanted and unwanted fibrin The thrombolic agents ما راح تميز ما بين wanted والunwanted fibrin تمام يعني كلها تتحللك سواء كون انت تريدها او ما تريدها كلها تتحللها فهم ورج is major side effects مال هذي التبليس والريتبليس تنصيب التبليس يقول لك ان هذا التبليس is derived from cultured human melanoma cells تراني من cultured human melanoma cells it is now optioned as a product of the components DNA technically التبليس has low affinity يقول ان هذا التبليس التبليس has low affinity for free plasminogen in the plasma but it rapidly activates the plasminogen that is bound to fibrin the thrombus التبليس is decided to be fibrin selective at loud doses التبليس is approved for the treatment of MI and acute ischemic drugs drugs use to treat bleeding احنا عدنا دراجات اللي نستعملها تنعالج بلدن 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 السورة من الضمج بلدن ó ترجمة نانسي قنقر شكرا